تعالوا نشوف مشاهد من مشاهد اللي تم فيها تواجد الكابتن شوق غريب على رأس المنتخب الأولمبي منذ فترة طويلة المشهد الأول النهاردة مجلس دارة اتحاد الكرة الجديدة أنا هكسة شوق غريب مع المنتخب الأولمبي اللي كانت مستمرة من 2012 و2018 وحتى ساعات قليلة وكان في النص كده فكر تباط سريع قبل عودة جديدة مرة أخرى مشاهد الثاني راحلة شوق غريب مع المنتخب الأولمبي بدأت في 2018 وكان المنتخب بيستعد وقتها لبطولة كأس الأمم تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبيات توكيو وليت لعبت في مصر ونجح شوق قبل البطولة في تجهيز قوام مميز لمنتخب مصر كان فيه نجوم كتير زي رمضان صبحي وبكة ومصطفى محمد وناصر ميل وإحمد ياسر ريان وفتوح وغيرهم شوق غريب قدر بالجيل المميز اللي قدمه للكرة المصرية أنه يفوز بكأس الأمم في قلب استاد الكهارة بعدها كان الأفضل في البطولة وتأهل الأولمبيات توكيو وتحقيق الهدف الأساسي اللي كان جاي علشانه مشهد الرابع قبل البطولة توكيو خاض المنتخب الأولمبي مع شوق غريب فترة أعداد جاية لو قدر يهزم البرازيل في مباراوة داول كل أشاب ومستوى الفريق وتوقع لهم النجاح في الأولمبيات المشهد الخامس منتخب مصر بدأ طولة توكيو بتعادل سالب مع المنتخب الأسباني القوي ثم تلقى هزيمة من الأرجنتين بهدف دون رد وفي المباراة الثالثة قدر يفوز على أستراليا بسنائية ويقتب بطاقة التأهل لدور الستاشر علشان يواجه المنتخب البرازيلي اللي كان بيدوم من جوم كتير وخسر منه الفرعنة بهدف وضعنا البطولة ووقتها كان فيه انتقادات كتيرة للمنتخب بسبب الأداء اللي ما كانش كويس قدام السامبا وفي دور المجموعات كمان بعد العودة من توكيو اللجنة السابقة اللي كانت بتدير اتحاد الكرة وجهة الشوك للشاوي غريب وجهازه المعاون على ما قدموه من جهة كبير مع المنتخب ونتائج جيدة اللي حقا في فترة توليه المهمة في سبتمبر 2021 عاية لجنة اتحاد الكرة شاوي غريب لمنصب الموديل الفني المنتخب الأولمبياء مرة أخرى وكلفته بتجهيز جيل جديد لأولمبياد باريس 2024 وبدأ شاوي مهمته القديمة الجديدة مرة أخرى اللي جاء المجلس الجديد وقررت توجيه الشوك له والجهاز والمعاون من عاقل ترشيد النفقات في زل عدم ارتباط المنتخب بأي مواجهات رسمية حتى 2023 مش عايف يعني هي بس زي ما قلت لكم النقطة بالنسبة لي مش مش قصة كابتن شاوي غريب هي قصة بس انه منين جي ومنين قعد ومنين ترشيد نفقات وطب هنجهز المنتخب امتى طب مين هيجي مكان الكابتن شاوي غريب في تفاصيل كده بتبقى دايما بالنسبة لي علامات استفهام بس انا مش متفق ولا مختلف مع قرار النهاردة هو قرار اكيد اتحاد الكرة الجديد عنده اسانيده وعنده معاييره اللي خده الكرار على اساسه اكيد انا بس بتكلم على فكرة انه بطبيعة الحال نخلي حياتنا سهلة وطبعية يعني مثلا كالوس كيروش هو الموديل فني الحالي منتخب مستبله وجي اتحاد كرة بعد كده ممكن يمشي يعني لو كمل كالوس كيروش اصلا